أنا بقول لنجيب بقول لنجيب باختصار شديد إما أن تكون على مقدار ما تقول من الأصول وولاد الأصول والجدعانة والقيم المصرية وتوقف هذه المهزلة في مشروع زد في الشيخ زايد وتوقف هذه المهزلة التي تهدد حياة الناس من جراء الفوضى في نقل مواد البناء والعمليات الشغل بتاع المؤولات الشغال وتوقف الفوضى العارمة اللا أخلاقية لهذه الحفلات الصاخبة الصارخة والألعاب النارية المزعجة للناس أنا بقول أتصور أهو اسمعوا يا جماعة اسمعوا تخيل وانت نايم بالليل في يعني السلوس الأخير من الليل انت عمل تقوم تقوم تجري انت كل يوم هذا الكلام تقوم تجري تقول في انفجار في مصيبة في كارثة يعني كل يوم انت قايم على هذا الحال ده ما بقتش عيش قايم فالحقيقة أنا شخصيا هاتوجه ببلاغ وقدم بلاغ بشكل واضح تماما في نجيب سويرس فيما يخص المسألتين مسألة العربات اللي بتشغل عنده بتنقل مواد البناء بيمشوا عكس بيهدد حياتنا والموضوع الآخر انه الحفلات اليومية اللي بتتعامل في زد او في حديقة زد اعتقد انه لا يرضي احد لا يرضي احد على الاطلاق فانا هتقدم ببلاغات في المهانس نجيب نفسه لانه ما يجري لا يرضي احد وانت بقول تاني بقول اعتقد انه لو مش مدرك انا بقول له لو انت مش مدرك انه اللي بيحصل جوه الحديقة كل يوم بالليل من حفلات بيزعجنا بشكل مميت اعتقد ما ترضاش انت يا نجيب انه والدك او والدتك يبقوا قاعدين في بيت وكل يوم يسمعوا هذا الصخب وهذه الدوشة وبيشتكوا ومش عارف اعملهم ايه انا كل يوم انا مش عايز اتكلم يعني بشكل مغرق في الشخصية لكن انا كل يوم امي ما اتعرفش اتناه في حالة انزعاج وبالأم اخضوضين من اللي بيحصل ده عشان ايه انت ابو ليه انت ابو هو نجيب فقراسه ريشة لأ نجيب مواطن عادي مصري زي زي وزي اي حد ما فيش فقراس ريش ساري ومالتي ملياردير انه فلوسه هو ليه هو مش بتاعتنا يعني فلوسه فلوسه هو يعني فلوسه ليه احنا لا نقيم الناس على قدر طرقهم او فقرهم يا ربنا يملالك فلوسك بركة وتبقى اغنى واحد في العالم ولا تفرق معنا لا نفرح ولا نزعل ما فيش مشكلة لكن انا بقول تاني احترم الناس احترم جيرانك احترم الناس اللي انت هتعيش معاهم وانا بقول تاني اعتقد انه زايد بازد اعتقد انه بازد بازد شايد ان لم يكن هناك وقفة من الاجهزة المعنية سواء الجهاز مدينة الشيخ زايد والاجهزة الشرطية في الشيخ زايد انا بقول وبقول بشكل واضع اللي بيحصل بيهدد حياتنا انا شخصيا انا شخصيا تعرضت اكثر من مرة انه ماشي سرحان في طريقي طريقي طالع من بيتي في طريقي الطريقي كله رايح او الطريقي كله جاي الاقي اتفاجأ بعربية بحملة مواد بناء ماشي بسرعة جنونية لو لا ستربنا ان انتبهت تأخر لحظة ولا يقف ولا يعبرك ولا يهتم لانه شغال عندنا جيد سويس هل هذا يرضي احد انا في تقديري انه انا في دولة محترمة قولا واحدا وفي دولة قانون والقانون على الجميع وانا بقول سالجأ الى اجراءات قانونية واقاضي من يزعج حياتي لانه هل بعد ازعاجي في حياتي وفي نومي وفي شغلي هل هناك ازعاج اخر لن اتنازل عن هذا قولا واحدا